دانيال وهكذا في أيام دانيال النبي دانيال مكتوب عنه أنه عاش في زمن الإمبراطورية البابلية من أيام نبو خد نصر لحفيده بيل الشصر وأيضا في أيام مملكة مادة وفارس ومملكة فارس أيضا مكتوب عن دانيال وأما دانيال فقد جعل في قلبه أن لا يتنجس بأطايب الملك ولا بخمر مشروبه في أيام داريوس كان في قانون إذا أي شخص بيطلب أي طلب من إله أو من إنسان غير داريوس طبعا كان لازم أنه يقتل لكن دانيال فعلا كعادته كان يصلي ثلاث مرات في اليوم فالأشرار راحوا للملك وقالوا هذا الكلام لم يجعل لك أيها الملك اعتبارا ولا للنهي الذي أمضيته وفعلا أمر دانيال أن يكون في جب الأسود لكن الله أنقذه من أفواه الأسود وصنع معجزة واستخدم الله دانيال أن يكون الرجل المستخدم في البلاط السياسي سواء في أيام بابل أو في أيام فارس وحتى في أيام فارس الله استخدم نحمية وأستير وآخرون حتى يتمموا المقاصد الإلهية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر